بص للنتيجة بص للمعنى بص للناس اللي وصلواها الدواء والمية والاكل إنما طبعاً يعني يوم ما عدوا كده الطيارة دي طلعت إزاي ما فيش فايدة عندنا دايماً إحساس كده إن إحنا عايزين دايماً نقلل من نفسنا إنما الطرف الثاني عدوك يوم ما بيعمل حاجة قد كده يا سلام يا متشولح يعيني عليك يا ابن العبرانيين يعيني عليك حاجات كده شوفوا العملية وهو ما فيش حاجة خالص شوفوا المجندة الإسرائيلية اللي مش عارف إيه شوفوا وهو ما فيش شيء يذكر إنما أن تحدث هذه العملية الجريئة وتعد تقول لي أو أنت ما نسقتش مع إسرائيل أو أياً كانت الحكاية إيه النتيجة؟ النتيجة أن هذا الرجل كان مجغولاً ومهموماً بكيفية إيصال هذه المساعدات زي ما الرجل اللي عندنا مجغولاً ومهموماً بكيفية إيصال هذه المساعدات أنت عندك على أولا كل يوم الصبح فريق جبار قاعد بس يعني يحاول يهد الرزالات والغلسات الإسرائيلية ويجاهز ويحشد إن هو يجيب هذه المعونات اللي بتقدمها مصر والمعونات اللي بيرسلها بعض يعني الإخوة في العالم العربي عشان تدخل جوه هجماعة ثقوا فينا عايزين شوية ثقة في القدرة العربية ثقة في القيادة بتاعتك ثقة في النية هي نية الملك ده إيه؟ هي نية الرئيس ده إيه؟ هما بيعملوا ده إيه؟ يعني أياً كان هو عملها إزاي؟ شكراً للملك عبد الله شكراً لعبد الفتاح السيسي بيعملوها إزاي؟ بيزبطوا إيه؟ بيكلموا مين؟ أنا عندي كمواطن عربي مسلم مسيحي إنه المواطن بصوا جماعة النهاردة ليس هناك ماء أنا مش بقول تعبير ليس هناك ماء اليوم ليس هناك غزاء ليس هناك غزاء اليوم ليس هناك دواء فكل معونة بتدخل أنت بتوقف البني آدم هو وابنه وبنته يدوبك يشم بقع مية يدوبك يلقو رغيف وزي ما الرئيس قال وزي ما كلنا عارفين إنه لا إحنا محتاجين نبعت معونات أكتر من كده كتير كتير لكن المسألة ليست سهلة تفتيش وحلزونا جوه بقى إنه العربية دخلة وحتعدي من أني معبر ومش عارف إيه إيقاف تعطيل لإنه الإسرائيلي مش عايز الفلسطيني يشرب مش عايز الفلسطيني يأكل مش عايز الفلسطيني هو عايز الفلسطيني يباد اللي أنت بتحاول تعمله إنه لا يباد